مصلحة من يفصل للكفاءة؟ في حين يعني احنا اذا نأرى دائما كل سنة العراق خارج التصنيفات الدولية للتعليم جودة التعليم كل سنة في حين علماء العراق وكفاءات العراق في اوروبا وبلدان المتطورة يتم تكريمهم ومنحهم الجوائز عالية جامعة كاركوك تقتل العقول وتفصل الدكتورا وزوجته وتحذف درجتهم الوظيفية بعد حصولهما على المراتب الاولى في جامعة بيرمينجهام في بريطانيا ورغم موافقة وزارة التعليم باعادتهم الى الوظيفة الا ان جامعة كاركوك ترفض اعادتهم لاسباب مجهولة قدمت على اجازة تمديد اجازة عن طريق السفارة الاراقية في لندن ومن السفارة الاراقية الوزارة الخارجية الى جامعة كاركوك لكن مع الاسف جامعة كاركوك لم تعمل بالكتاب فطلعوا بحق اختار فاصدروا بحق اختار بتاريخ سطاعش ثلاثة ولكن في تاريخ سبع طاعش ثلاثة وصل للاخطار سطاعش ثلاثة تاريخ سبع طاعش ثلاثة اغلقت الطيران بسبب جائحة كورونا فلم اتمكن من العودة الى الاراق فانفصلت ان يزوجتي وزوجتي يمينة يعني طالبة دكتوراه يعني كملت الدكتوراه تفاجأ الدكتور هادي وزوجته بقرار فصلهم من وظيفتهم في جامعة كاركوك رغم تقديمهم اوراقا رسمية لاسباب عدم العودة وابرزها اغلاق الطيران بسبب جائحة كورونا فانصدمنا بالواقع صراحة حزوا اموال الكفلة حزوا رواتب الكفلة ولكن رغم المحاولتنا العديدة بالوصول الى وزارة التعليم انا ذهبت الى وزارة التعليم خدمت كل اوراقي فاعتبروا غيابي او انقطاعي عن الدوان بسبب مشروع بسبب حالة طبية وكذلك غلق المطارات بسبب جائحة كورونا ففي وقته وزارة التعليم العالي يعني صدروا كتب رسمية بانه تريتوا بايقالة الموظفين العالقين في الخارج من شهر الواحد 2019 والحد الان ما مستلم فلس من الحكومة العراقية انا يزوجتي محاربة العقول في العراق يؤدي الى هجرتها لدول تقدر العلم والعلماء وبهذا يخسر العراق طاقاته العلمية بعد ان انفق ببالغ طائلة على ابنائه من المبتعثين لتأول خبرتهم لخدمة دول اخرى سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك